موسيقى أنا محمد الوهيبي حياكم الله في ستوديو 71 اليوم نستضيف معالي سارة الأميري أهلا معالي الوزيرة أهلا أخوين محمد بداية لماذا نحتاج وزيرة في العلوم المتقدمة؟ هل هذا المجال له تأثير مباشر على حياة الناس في دولة الإمارات؟ نهوض الأمم كانت من الإنتاج المعرفي والإنتاج المعرفي أساسها في العلوم والحيوم مصنى للعلوم التي هي التطبيقية التي هي التكنولوجيا فهو أساس أي اقتصاد معرفي يحتاج إلى إنتاج معرفة على مدى الحياة وتطبيقها واستخلاص منها الفائدة الاقتصادية اللحظة اللي تم فيها تعيين واختيار سارة الأميري كوزيرة في حكومة دولة الإمارات تفاصيل هذه اللحظة ورحت عند الوالد بتحت التريفون وراويت التويت الذي كان طالع شفت دمعة الفرح في عيونه ونتاج الاستثماره في عياله على مدى السنوات وفرحه بكل مشاعر كانت مختلفة وعلى الغدة كان يارس ولدي يتغدى أعتقد ما فهمت شو معنى المنصب أو الوزارة أو هذا بس شاف ردة فعل الوالد شاف ردة فعل يده وفخرة في بنته أظن أني ما صدقني أول شيء قرأ مرة ومرتين وثلاثة وسأل بعد مرة ومرتين وثلاثة وقال كيف بس كان يعني أنا شفت الفخر في عيني خاصة أن كان استثماره في عياله استثمار كبير ومقصر فينا ملامح أي يوم في حياة سارة الأميري كيف يكون؟ على حسب اليوم يبدأ والشيء طبعا في الصباح تقريبا نصة على ساعة أقعد بيني وبين نفسي أخطط لليوم الموجود أحب أي المكتب الصبح من وقت أراجع فيه شو اللستوه في يوم القبل وراجع فيه شو الأولويات لازم تكون موجودة في هذا اليوم أبدأ فيه إذا ما كان عندي أي التزامات خارجية باجتماع مع المسؤولين عندي في المكتب عشان نشوف بعد سير العمل في المكتب ممكننا على حوالي الساعة عشر تبدأ الاجتماعات الموجودة خاصة أن المجال نحن نشتغل فيه مجال يحتاج ندخل فيه آراء مختلفة من جميع القطاعات الموجودين هناك وعندنا عدة مسؤولين لازم يكونوا موجودين معنا في المسيرة إن كانوا من العلماء أو الموجودين في القطاع إن كانوا من الشركات اللي محتاجة التطوير في العلوم والتكنولوجيا في دولة الإمارات وإن كانت من الوزارات الحكومية اللي نحن دائما نتعاون معهم كيف يكون تناول وتداول الأفكار فيما بينكم في مجلس الوزراء؟ نحن في مجلس الوزراء كنا زملة هم أخواني وخواتي يمكن الوزراء اللي موجودين في حكومة دولة الإمارات من أبرز وألمع الناس اللي اشتغلتوا وياهم ويشرفني إن أكون معاهم مسلوب يومي التبادل دائما يكون مفتوح لأن مصلحة الدولة هي ممكن أول شيء نحن دائما نفكر فيه ومصلحة شعب الإمارات ليش الإمارات قررت أنها تدخل مجال الفضاء مع أنه مجال نوعا ما ما له تاريخ حافل في منطقتنا العربية فشو سبب براء ذلك؟ مجال الفضاء يدخلك في تطوير كادر متفوق في مجال العلوم والتكنولوجيا وهذا تشفنا أنثلتها موجودة في عدة دول وأصلا عدة دول بدأت تأسيس كوادرها من المهندسين في قطاع الفضاء مشروع استكشاف المريخ دول كثيرة حاولت في هذا الموضوع دول لها تاريخ حافل في مجال الفضاء الإمارات قررت أن تخوض غمار هذه المنافسة كيف تشوفين هذا المشروع مشروع مسبار الأمل؟ مشروع مسبار الأمل يجسد التحديات لدولة الإمارات خذتها منذ التأسيس في 1971 كل خطوة خذوها قيادة دولة الإمارات وآبائنا المؤسسين كانت يعني تاني من الناس تقولهم ها مستحيل فهذا نحن قلنا نبع في خمسينية الإمارات نحتفل في شيء لازم نحتفل في تحدي كبير والتحدي هذا لازم يكون له أثر عالمي مجالات العلوم المتقدمة ومجال الفضاء هي مجالات جديدة في دولة الإمارات لا شك أنها فرضت على المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات واقع جديد سارة أميري كيف تشوف تفاعل مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات وأيضا مراكز البحث العلمي مع هذه المتغيرات الجديدة أنا بأخذ خطوة وراء تشوف الشباب اللي اشتغلتوا إياهم في مركز حميرات الفضاء 90% منهم متخرجين من جامعات الدولة إذا هذا دل على أي شيء دل أن المخرجات العلمية والتعليم اللي موجود في الجامعات مهم جدا وله أثر إيجابي ووضع بصمة عالمية لدولة الإمارات على خريطة العالمية خاصة في مجال الهندسة موقف مع الشيخ محمد بن راشد بعد الإعلان عن المسبار وعن المهمة وشكل مهمة يا صاحب اسمه شيخ محمد بن راشد عن المنصة وتكلم هناك قال كلمة لين اليوم أنا أتذكرها والذكر دايما يوم تواجهنا تحدي في المشروع أو في غير المشروع قال إن الهدف نحن بش بس أن ننوصب المريخ قال إن عندي هدف أكبر هدف أكبر الشباب اللي موجودينين والشباب اللي بيخدمون دولتهم بعد هذا المشروع وهذا التحدي كبير عليهم فركز بشكل كبير على الشباب وأنا دايما أتوف في عينه فخرة للشباب وفريق عمله بالحديث عن الشباب إذا حدي تابعنا اليوم من الشباب كلمة توجينها له ممكن يكون عنده طموح يصير وزير في حكومة دولة الإمارات شو هي أسرار النجاح بالنسبة لسارة الأميري كلادتنا واثقة فينا تعطينا كل الدعم اللي لازم من ولادتنا لتخرجنا عشان نعمل ونجتهد لسبيل هذه الدولة فإن كان في شيء واحد دائما يبدع وأنا استند بشيء الشيخ محمد بن زايد قال بي بروفشنلس في أي مجال بتدخلون فيه كونوا حرفيين كونوا في أفضل مستوى على المستوى العالمي لأننا نحن بنفس العالم بالشباب الموجودين في دولة الإمارات الأسرة في حياة سارة الأميري أبناء سارة الأميري هل لديهم نفس الشغف هل لديهم حب الفضاء حدثينا شوي عن الأسرة في حياة سارة الأميري كل طفل مولود بشغف وفضول كبير في الحياة اللي حواليه وحياتهم كلها تجارب وأنا تعلمت يمكن بشكل كبير من عيالي خالد وريم وأذكر دائما خالد وأسئلتي على مدى السنين عن الرياضيات وكان عنده شغف كبير بالأرقام عن الكهرباء اللي حوالينا يعني ذكر دائما الصبح وصل للمدرسة تاخد تقريبا نص ساعة ونص ساعة هاي كانت مليئة بالأسئلة واستكشافات عن أي شيء يشوفه برع دريش السيارة بنوافذة السيارة لعدالة وأنا تعلمت منه الكثير خالد يعني بنتي ريم صغيرة مرها سنتين ولكن خالد مش عمرها تسع سنوات خالد عاش معانا مسيرة تطوير المهمات للفضل خارجي وذكرت قبل أيام كنت في مدرسة تكلم وكان هو معاي فرديت وذكرت وقلت الولد هذا كان عمره ثلاث سنوات يوم نحن بدينا في بدايات مهمة لمرسة الشهر المريخ ويمكننا ندور للشريك الاستراتيجي لتطوير هذه المهمة كان يسافر معايا كان بعد صغير كان عمره أربع سنوات وعلى مدى الخمس سنوات اللي مرت احنا اجتماعات اللي تكون موجودة لنا اجتماعات مع خبراء دوليين تكون عادة يا أول الصبح أو نهاية الليل فكان دايما موجود معانا في الاجتماعات هاي كانت اجتماعات فيديو كونفرنس على الكمبيوتر دايما موجود معانا متواجد ويسمع الاجتماعات واعتقد بالأمس ألا مدرس اموك شو تسوي قال ما عرف بس تحطر اجتماعات جدام الكمبيوتر هلا عرف عن وظيفتها فبشكل كبير يعني أنا شفت تطور هذا المشروع من قبل مش بس ولدي من قبل عيال كل اللي موجودين معانا في المهمة هاي أهم مبادرات دولة الإمارات في ملف العلوم المتقدمة من أهم مبادرات لي شخصيا المجتمع العلمي لدولة الإمارات هو مجمع محمد بن راشد للعلماء المجمع هذا يضمن نخبة من العلماء الموجودين في دولة الإمارات وهم فقط أمية من العلماء والباحثين في المجالات المختلفة وأيضا ميدارية محمد بن راشد للتمييز العلمي والسنة هاي لله الحمد تم إعطاء فيزة أو تأشيرة الموهوبين لعشرين عالم وهاي أول مرة تنعطى التأشيرة هاي لأي حد في دولة الإمارات وأيضا عندنا منصة مختبرات العلمية لضمان عدم ازدواجية الأجهزة العلمية وعدم وقوف الأبحاث لعدم وجود البنية التحتية المناسبة في بعض المؤسسات ويمكن أهم واحد وأهم واحد لقلبي أنا اللي هو في مدرسة عالم وهذا يربط ما بين العلماء الموجودين في دولة الإمارات مع الطلاب الموجودين في المدرسة معالي سار الأمير استمتعنا بالحديث الشيق معات شكرا اشتركوا في القناة